السلام عليكم كبيرات كدير اللبس عليكم واشرين بروكا وتعيدوا وتعاودوا كانت من هذا الفيديو دي لقائكم صحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم ايضا في قناة المطبخ المتنوع وفيديو جديد وان شاء الله اليوم نقدم لكم طرد دي التفاح لي كدير رائعة وبعجن مرملة كانت منها انها تنال اعجاب دي لكم خليكم مع المقادر وطريقة تحضر وما تنساوش النسل الجداد او للنسل اقلام انكم تدعمونا بلايك دي لكم ويجداد تديروا ابوني باش يصلكم جاعل جديد ديالي ونخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة لذبا المقادر نحتاجه في هذا العجن المرمل سنحتاجه ثلاث معلقة دي السكر غلاسي سنحتاج معلقة ونصف ديال الحليب كما هاد الحليب كيبقى غير اللي نجمعناه وكانت خاصة خاصة ما تجمعش لينا كنزيد الحليب نحتاجه ايضا نصف وطا ديال الزبدة زبدة اللينا او المارغارين بالنسبة للجرامات ان شاء الله نخليكم صندوق الوصف انا نحتاج بيضاء ونحتاج جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق بالنسبة للعنبة باش كان نعبر بالنسبة للفاني انا درت هذا اللي عندي وبنسبة انتو بان كلكم ديروا الفاني العادي كيشيتا وزوي صافي كان دير دقيق وكان نضيف عليها سكر غلاسي وكان نخلط الواشف مزيان عاد من بعد كان بقنضيف البيضاء وكان بقنخلط تاني وكان نضيف الزبدة بشوية بشوية وكان بقنرمل طريقة الترمال بالنسبة للبناس هاد عجنة ديال اللي طارت كنت قدرت معاكم مقبل وحدة اللي كتكون على شكل صعب لي هادي على شكل مرمالة يعني كنتسموها العجن مرمل لان غير كان نرملوها فقط يعني ما كان مشي الطريقة بحل الطريقة اللولى صافي كان بقنرمل فيها مزيان 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 حتى كنتجنس لي الزبدة مع الدقيق وكتولي لي على شكل متجانس مزيان صافي اللي بناعت عليها شكل بنيسبة اللي ما تجمعت لها على حساب دخل من كيشربش غادي نبقى نضيفوه ده كحلي بحتى كتجنع لنا العجنة ديالنا غير كان نجمعوها ايني مشي كان ندلكوها اولا باش ما تتكمش لنا بالفران غير كان نجمعوها وكان بقنضيف بشوية بشوية زبدة وكان رمل ثم بعد مسهلة الترميل ديال العجنة مزيان صافي كما كنتجوفو جمعتها غادي نديرها في تلاجة غير ترتاح لي واحد شوية بعدها ندير معاكم الكريمة اللي هنعمر بها هاد الترطة غادي نحتاج جوف هاد الكريمة جد فحج غادي نحتاج ايضا سكر فاني غادي نحتاج جمعا القومس ديال النشط دورا وكريم باتيسير يعني نخالط بناتهم غادي نحتاج جو كيسان كبار ديال العنبات ديال الحليب يعني ذاك الكاس كي عاد لليه جو كيسان ديال الحليب ديال العنبا غادي نحتاج جوج معا القتل الثلاثة ديال السندة بنسبة سكر كيبقى حسب الضوغ صافي كان نقي طفح ديالي عادي للشكل من بعد كان نضيف كل شي في خلط الكهربائي وكان نطحنوه مزيان من بعد كان نديرهم فوق البوطة وكان نضيف عليهم ديك النشاء وكريم باتيسير يعني ديك كريم باتيسير الهدف ديال انا تعطني غير واحد اللون لهاد الكريمة ديالي بالنسبة لي ما عندهاش تستغنى عليها تدير غير النشاط دوره صافي بعد ما طحنت الحليب وتفاح مزيان كان نحاول انا نصفي ذاك الخليط ديال العصير اولا اسمحوا ديال خليط ديال الحليب وتفاح باش ما نقشنا ذاك الشوائب اولا البقايا ديال التفاح مني كان نكون وكان ناكل في الكريمة ديالنا صافيه من بعد كان ندير الكل في كسرنا وكان ضيف عليهم الفاني وانشاط دوره والكريم باتيسير من بعد كان نطربهم زيان باش ما يتكورش لي في البوطة صافي كان ندير كل شي على النار من الاحسن تكون النار مهيلة حتى كانت تعقد لي الكريمة ديالي من بعد كان نضيف ليها معي لقاء ديال الزبنة ثم بعد ما خرجت العجينة ديالي من المجميد من الاحسن البنات انه يكون دورها في واحد البلاستيكا ودورها في المجميد لمدة ساعة باش كانت تعطينا واحد القرماشة وحتى انها كل ما بقت في المجميد او لا بقت في فتلاجة او لا بقت في فتلاجة تقريبا تقريبا اربعة تسوي لنجي بدوها او لانها كتكون واحد القرماشة مني كالطيبة يعني ما كتبقاش لنا اطباء لادرنا هذيك ساعة وطيبناها ما كتكون شو واحد القرماشة او كما كان بغوها هذي العجين المرمال كتبغي انها تكون شوية مقرماشة وكنحسو بذيك المعداق ديال القرماشة او بنيسبة لطريقة اللي كما وردتكم في الفيديو السابق يعني كان دير بلاستيكا او من الفوق وحلال تحت باش كتعطينا العجين ديالنا ما كتخسر لينا او صافي كان بقندل فيها حتى كان حصل على عجين يعني السمك ديالها يعني كيكون موين من كيكون شرقيقة بزعاف ومغليش بزعاف صافي على هذا الشكل نسبة المول هو هذا اللي كنحتاج لي كندير في طرطة ديالي كيكون عملي وزوين صراحة مكي لاستقمتها شي حاجة وفي نفس الوقت كيكون عملي يعني كتذك الحديدة ديالو ملتحتي يعني فقط انك مني كتطيبين يعني كتحيدي كيكون بسهولة يعني ما كتتعدي بجمعها صافي كان نسرح العجينة ديالي في المول على هذا الشكل بزيان بعد ما كان بقندل لها فورشيط باش ما تنفقش كيف الفران وفي بعد ما سليت الطرطة ديالي كندخلها لتلاجة او للمجميد غير كتشد لها كتقبط لها فراسة حت شوية صافي كان خوي عليها الكريمة ديالي اللي وجدت صافي على هذا الشكل كما كتشوفو كان خوي وهي سخونة قبل ما تتقلية وكان نحاول ان نوزعها على هاد الشكل يعني ما كان حت اجلى لا معي لقالية ايش حاجة كان نحاول ان نوزعها غير بهذه الطريقة وفي بعد ما ده الكريمة في طرطة ديالي كان ندير شرائح من ملتفاح اللي قطاع تصافي وكان حيليا مقصرة على هاد الشكل يعني كان بقال نوزع اولا كان بقال ندير على هاد الشكل يعني حسا كان سالي طرطة ديالي كاملة من بعد ما كان سالي كان ندير واحد رشة ديال سكر ساندة باش كتعطينا واحد كتعسل لنا وكانتعطينا واحد منظر زوين لها الطرطة ما كان يحتاج لنا باجلات ثلاثيش حاجة فقط هاد السكر اللي كيعطينا هاد كيعطينا لواحد الماداق وفي نفس الوقت الواحد الشكل لهاد تفاح بالنسبة اللي كتعجبو من القرفة يمكن لكم اضافو حتى القرفة من الفوق سفي انا كتافيت غير بسكر ساندة اللي خلطه مع القليل من سكر ديال فاني باش كيعطي واحد الماداق زوين مهم هادي الطرطة ديالين بعد ما خرجتها من الفران هكا كتعجي على هاد الشكل صافي كتعجي سهلة باش نزولها من المول يعني مكيعد بناش دغياء كيزولي صافي كتعجي على هاد الشكل بنسبة انا يا حمر شوية ديال لوز كونكاسي بنسبة الزينك يبقى اختياري يمكن لكم انكم تخلو غير هكا بلا ما تزينوها كما كتلكم مناش كاجيم عسلة يعني بلا ما ندهنوها بلا بناطباج لا بتشي حاجة مهي وصلنا الاخر فيديو كنتم من الفيديو اللي نالي لإعجاب ديالكم ولي اعجبكم الفيديو اللي لا تنسوش انكم تضغطوا على زر الإعجاب ولي جديد مرحبا بكم وضغطوا الى ابوني وشوفت لكم كالجديد ديالي وكنتم لنا القناة ديالي انه تكبر ونصلوا ان شاء الله هالعادة كبيرة ديال الناس ونقول لكم سلامة وان شاء الله نتلقى في الفيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة